لطالما بقي مشروع قانون الإشهار في الجزائر يراوح مكانه فمنذ التعددية الإعلامية في البلاد عام 1990 لم يتم إصدار القانون رغم المشاريع النصية المتعددة لوزراء تعاقب على قطاع الإعلام والاتصال اليوم وبعد أكثر من ثلاثة عقود يؤكد وزير الاتصال عمار بلحيمر أن مشروع قانون الإشهار سيرى النور عما قريب لتصحيح الإختلالات المسجلة وكمرحلة أولى تم وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي كإجراء انتقالي قبل صدور القانون إلى حد الآن لم نرى أي أطر لهذه المعايير الخمستاش التي تحدد وتكسم الإشهار العمومي على وسائل الإعلام ولهذا أقول نتمنى أن لا يكون مشروع قانون الإشهار مثل هذا الوعد بالمرحلة الانتقالية وقد أكدت وزارة الاتصال أن مشروع القانون سيتعامل مع الإشهار العمومي باعتباره نشاطا تجاريا اقتصاديا بالمقام الأول وليس على أساس الوصاية كما كان عليه الأمر سابقا حيث تحتكر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار منذ تأسيسها كل معاملات سوق الإشهار العمومي سمعنا كلاما كثيرا بخصوصي أن أموالا ضخمة كانت تمنح عبر هذه المؤسسة كإشهار لجرائد لم تكن تصدر لم تكن تسحب وسيخصص مشروع قانون الإشهار بنودا متعلقة بالإشهار عبر المواقع الإلكترونية التي تراهن عليها وزارة الاتصال وتعتبرها مستقبل القطاع السلطات في الجزائر اقتنعت بضرورة الاعتماد على الإعلام الإلكتروني الذي سيكون له مستقبل والذي تتجه كل الأخبار منه كما كشف وزير الاتصال عن وجود 45 موقعا إلكترونيا ينشط بطريقة قانونية في البلاد مؤكدا أن الساحة الإعلامية في حاجة لأكثر من 100 موقع إلكتروني مصطلح احتكار الإشهار العمومي في الجزائر ظل لصيقا بمفهوم التأثير على الإعلام ومحاولة توجيهه ما جعل ممارسي هذه المهنة يرجون القطاعة مع التصرفات السابقة بنص القانون الجديد حسن جزائري قناة الغد الجزائر